السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديدة سنة بيوتي كنتمنى تكونوا الى خير اول حاجة واحدة لبوسة كبيرة يلقى المشتركات ديالي في القناة كنقول لكم هل يخطيكم عليها و فيما يخص الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم فانا جيت باش نبارتاجي معكم رأيي في البودرة اللؤلو فإلا بغلتوا تعرفوا فين يمكن لكم تلقاوها تمان ديالها طريقة استعمال ديالها واش كينا شوفوا يزول طامن وراها اولا لا خليكم معي تلقاوها في داخل ديال الفيديو اذا البنات سنبدأ معكم على بركة الله سنبدأ اول حاجة بالفوائد اول الخصائص ديال بودرة اللؤلؤ ولي كيكونوا مسجلين في واحد الورقة كتلقاوها في داخل ديال العلبة كاتبين بانها تستعمل للعناية بالبشرة وتبيضها للبشرة الباهية الشاحبة والمتعبة كذلك ضد الكلف البقعة الداكنة وحب الشباب تستعمل كذلك لمكافحة الشيخوخة البشرة ولتبيض ومكافحة حساسيات الاسنان واللثاء بالنسبة الاماكن اللي ممكن تلقاوها فيها البودغ دباغل او البودرة اللؤلؤ ويمكنكم تلقاوها في الفارماسي وكذلك في البرفارماسي اما بالنسبة لتمن ديالها فكتدير 297 درهم في الفارماسي وبنسبة الببارا تراوح ما بين 200 درهم حتى 100 درهم على حساب الشركات فيما يخص الحجم ديالها فها 25 جرام وكتجي معها هذيك المعالقة صغيرة كيف تشوفو هي باش تهزوها لانه مخصكم ش تديروا واحد الكمية كبيرة لانها جد مركزة خصكم ديروا واحد الكمية قليلة هذيك شي اش كتجي مع هذيك المعالقة كيف تشوفو الحجم ديالها صغير بزعف بسبب طريقة استعمال ديالها كتقدرو تديروا معالقة هذيك المعالقة هذيك المعالقة معالقة كبيرة ديال الحليب او للاسل او دانون السوس او للماء اي حاجة تستعملوا كتدلكوها على وجه المدة ديال الخمسة دقيق ومن بعد كتخليوها على شكل ماسك المدة عشرين دقيقة وكتغسلوه من بعد بالماء البارد انا وضعتها لكم هنا باش تشوفو الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل من سبيل الناس اللي غد يشوفو دوك الكويرات فيها يقولوا لي قديمة او لشي حاجة لا اراها مقديماش لان تاريخ الصلاحية فاحت الالفين وعشرين دا بغديندوزو باش نهدر لكم على رأيي فيها ولا تجربتي معها هذي البود غدوب باغل او لا مسحوق اللؤلؤ بصراحة لبنات سمعت واحد درجة كبيرة بزادي الهضرة سواء في اليوتيوب واحد المصحوق اللي يحيد 13 يعالج حب الشباب يحارب التجاعد يبيض البشرة اي واحدة تسمعت الهضرة كلها قلت من المستحيل انني ما نجرب شد البود غادي وما نشوفش النتيجة ديالها على البشرة مشيت خديتها معنة سيد الفبارا فاش طلبتها منه قل يجوش ديالانواع كينا واحدة تدير ميتين درهم وكينا واحدة تدير ميت درهم فسولتوا على الفرق بينتهم قال لي ما كان حتى شي فرق بجوش بحل بحال غير هذي شريكة ديرها ميت درهم وشريكة اخرى ديرها ميتين درهم فبيني وبينكم انا بطبيعة الحال مشيت الحاجة الغالية قلت وجهة ما ماش للعب الحاجة الغالية ضروري قلت تكون هي المزيانة وما غديش نخاف منها زمع وخديت هذي ديال غاستين في طلي ديرها ميتين درهم ما خديتش الاخرة خديت هذي ديرها ميتين درهم جربتها مدة طويلة اعطيت حقها بالمزيان بديتها تقريبا في شهر عشرة من شهر عشرة وانا كندير فيها وكدت لكم معادي كلمعي القصغيرة يعني كتدينيكم كتدينيو احد المدة طويلة ما لاحظت حتيش يغزول طالبنات حتيش هي نتيجة من ذاك الشي اللي قالوا اطار انا اختيتها في نوبل والعلى و اطار ديال اللي حبو فما حيدت ليها لليطاش ما كتعاج لا تجاعد لتشي حاجة ما كتبيض موالو عندها حاجة واحدة باشا ما نكدبش هو انكم اللي كتغسلوا الوجه ديالكم كتحسوا بيه رطب مزيان ما اللي بغت ترطب وجهة غير غير تخصر ميتين درهم اما ذاك الشي كله اللي تقال ارا ما كانت تشي حاجة من ذاك الشي اللي بنت هادا الرأيي الصريح فيها فرأيي انا وبنسبة للناس اللي ما زال ما جربوهاش وبغين كيف فكروا انهم اياخدوها كنصحكم ما عندكم ما تدرو بها غادي تمشوا غير تلحوا فلوسكم اه الا بغيتو كيف كتلكم ترطبو وجهكم شي حاجة اللي كتدين ميتين درهم اذا اللي بناعت الهناية غا تكون سلاحة الفيديو فيدينا دياليوما كانت منها تكون نارد الاعجاب ديالكم على امل انا نتلقى معكم ان شاء الله في فيديو جديدة كان قول لكم تصلاف ريوسكم ما تنسوش وانا انا نتنبغيكم بزاف بسلام عليكم اه نسيت ما قتلكم بالنسبة للناس اللي ما زال ما تقابوناوش في القناة اشكا تصناوهبتو تحت غا تلقى واحد زر احمر كليكيو اليه غا يطلع لكم واحد جرس ضغطوا الي حتى هو باش توصلوا بجديد غا الفيديو الديالي وما تنسوش لاك للفيديو اشتركوا في القناة